أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع رئيس التحرير عام المضى والعدوان على الشعب الفلسطيني ما زال مستمر انتهاكة إسرائيلية مستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالإضافة إلى القتل والحصار والإغلاق يتعرض الشعب الفلسطيني خاصة في المحافظات الجنوبية لسياسة التجوية ربما هذه السياسة التي انتهجتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا العزل في كطاع غزة حيث العديد من المواطنين الفلسطيني الذين ارتقوا نتيجة لمنع دخول المواد الغذائية والإنسانية إلى كطاع غزة للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا السيد مايكل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالغذاء والذي ينضم إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية سيد مايكل أهلا وسهلا بكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين شكرا جزيلا من سعادة أن أكون معكم سيد مايكل لن أتحدث عن القصف والعدوان على المواطنين الفلسطينيين بالقذائف والطائرات وكافة الأدوات العسكرية نتحدث عن سياسة أخرى تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة في المحافظات الجنوبية هي سياسة التجويع ومنع دخول الغذاء إلى المواطنين الفلسطينيين العزل في كطاع غزة نعم إنه من المهم جدا أن نركز على مسألة الغذاء والتجويع إذ أن عدد من أن سوف يموتون بسبب الجوع وبسبب سوء التغذية وبسبب الجفاف وبسبب العطاش وبالإضافة إلى استخدام القنابل في كطاع غزة وبالتالي هذه المرة الأولى التي ترتكب في التاريخ الحديث تقوم بتجويع السكان في كطاع غزة منذ اليوم الأول من الحرب وحالة التجويع مرعبة تمارس ضد الضعفاء الذين يموتون بسبب الجوع كذلك ترى العائلات وهي تشاهد أطفالها يموتون بسبب الجوع إنها تقتل المستقبل وذلك بخلال التجويع وتأثير على الصحة الجسدية والنفسية وفيها قتل للجيل الذي سيكون المستقبل سيد ماكل حتى عندما في بداية العدوان على الشعب الفلسطيني عندما حاولت بدخال بعض المساعدات الغذائية للمواطنين الفلسطينيين خاصة في منطقة الشمال في كطاع غزة عمدت إسرائيل إلى قصف المواطنين الذين توجهون لاستلام المواد الغذائية التي لا تكفي ولا تصد رمق جمعهم في ظل العدوان على الشعب الفلسطيني كان دوري طبعا كخبير مستقل للأمم المتحدة وعملي كان هو تسجيل وملاحظات ودراسات وتحليل ما يحدث والحديث مع المؤسسات المختلفة ومع السكان في كطاع غزة من أجل فهم ما يحدث وما يرجع على الأرض ومؤخرا كان لتقرير وقدمته إلى السكرتيريا الأمم المتحدة وأوضع كيف إسرائيل كانت تجوّع 2.3 مليون فلسطيني بسرعة وبشكل قاسي جدا والسؤال بشكل مباشر أنه منذ أن بدأت إسرائيل في تجويع السكان في كطاع غزة من خلال إغلاق كل الكطاع ويعاكد دخول المساعدات الغذائية إلى غزة ومن ثم فتحت الحدود بشكل بطيء جدا ولكن لم تسمح بدخول سلع الغذائي والموال الغذائية إلى شمال كطاع غزة بهدف تجويع السكان في الشمال وذلك لإخراجهم من مساكنهم وبدأت فعلا بملاحقتهم بالصلاح عندما كانوا يبحثون عن الطعام ما فعلته إسرائيل هو التنكر للحق في المساعدات الإسرائيل وإذا ما سمعت كانت تسمح بدخول مواد شحيحة ومقيدة جدا ولم يكن هناك استمرارية في إيصال الشاحنات المعبة بالغذاء وذلك بسبب قيام إسرائيل أيضا باستهداف هذه الشاحنات ولم يكن بإمكان السكان الوصول إلى هذه المساعدات وأكثر من عشرين حالة اعتداء على المدنيين الذين كانوا يصعون الوصول إلى هذه المساعدات تم تدوينه إسرائيل تمنع دخول أبسط الحقوق الإنسانية وهي الطعام والشراب إلى كطاع غزة هذه الشاحنات التي تصطف على معبر رفاح عندما تتواصلون مع الجانب الإسرائيلي ما هي مبررات عدم إدخالهم لهذه الطعام محتاجينها في كطاع غزة؟ إن إسرائيل لديها الكثير من الإدعاءات وأهمها بأن هذه الشاحنات تحمل بعض المواد التي يمكن استخدامها لأغراض غير المساعدات الغذائية ربما لاستخدامها في موضوع التسليق ولكن لا يوجد ما يسوق ذلك وليس لهذه الإدعاءات أي معنى أو أي قاعد يمكن الاعتماد عليها وإنما هي للتنكر لدخول الغذاء والدواء وقال للعاملون الإنسانيون على الحدود بأن النظام الإسرائيلي غير وضع أستاذ مايكل هل حليب الأطفال يشكل خطر على دولة الاحتلال؟ ممكن أستاذ مايكل عفوا على المقاطعة هل حليب الأطفال يشكل خطر على دولة الاحتلال؟ ألا تخضع هذه الشاحنات إلى التفتيش الإسرائيلي والتدقيق الإسرائيلي؟ نعم الأمور أسوأ من ذلك هل تعلم بأن إسرائيل تمنع دخول المياه أيضا إلى كطاع غزة وتحاول تسويق هذا الأمر بخلال استخدام لغة الحرب ولغة العسكرية وأن كل الأشياء أصبحت هدف بالنسبة لإسرائيل وأقول لك بأن الأمر محبت جدا أن النظام الإسرائيلي يشكل حالة انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي وللسوء ألحظ بأن هذه الأمور لا تقود إلى أي نتيجة وما يجب أن يحدث هو أن يكون هناك قيود اقتصادية ومالية على إسرائيل أن إسرائيل تستمر في هذا النظام ما لم تعرض للقيود المالية والاقتصادية بالإضافة إلى استخدام الاتفاقيات موقعة بين الدول العربية وإسرائيل استخدامها لفرد القيود الاقتصادية والسياسية على الإسرائيل وإلا هذا النظام سيستمر في نفس السلوك سيد مايكل أنتم تشخصون الحالة وتشخصون الحدف ما هي وسائل الضغط التي تمتلكوها كأمم المتحدة من أجل الضغط على دولة الاحتلال بالسماح بإدخال هذه المواد الغذائية لأن الناس أصبحوا يموتون من الجوع والعطش أم سلمتم بالواقع إن المؤسسة الأقوى في الأمم المتحدة هي مجلس الأمن الدولي ورأينا وشاهدنا بأنه لم يفعل شيئا كنا نتوقع ونتنبأ الفيتو الأمريكي لمنع تمرير أي قرار في مجلس الأمن الدولي قبل إنعقاد المجلس لم يتخذ أي خطوة لواقف الإبادة الجماعية والتحرك مجلس الأمن الدولي كان بطيء جدا ولا يوجد أي عمل من أجل تمكين شعب الفلسطيني من حكيه في تقرير المصير الأمل السياسي الآن هو في الجمعية العامة لأمم المتحدة ومررت قرار مهم جدا الجمعية العامة إذ أكدت فيه ما جاء من قرار من محكمة العدل الدولي بأن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وغير قانوني ولكن العملية بطيئة جدا ولا بد من أن يكون ضغط في أروقة الأمم المتحدة والجمعية العامة مقبل كل الدول الأعضاء فيها لفرض العقوبات على حكومة إسرائيل وعزل الاحتلال الإسرائيلي بالكامل وجعلها تشعر بالعزلة ما لم توقف عملية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ونريد أن يحدث ما حدث في جنوب إفريقيا عندما تم عزل نظام الفصل العنصري العالم ينادي من أجل وقف إطلاق نارو لكن لا يستخدم الأدوات الاقتصادية والسياسية لإجبارها على ذلك والجمعية العامة في الأمم المتحدة وشاهدة الأغلبية فيها يريد فرض القيود على إسرائيل أو الضغط على إسرائيل نعم سيد مايكل تحدثت عن الفيتو الأمريكي الإدارة الأمريكية هي لا تحدث في الجانب السياسي وأنت تعلم أن الإدارة الأمريكية هي شريكة مع دولة الاحتلال وهي الرائع الأكبر لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الولايات المتحدة شريكة في تجويع الشعب الفلسطيني عندما تساعد دولة الاحتلال في عدم السماح بإدخال المواد الطبية والغذائية إلى الشعب الفلسطيني وأنت تعلم إذا ما تحدثنا عن الأطفال والنساء النساء الحوامل والمنجبات هم بحاجة إلى رعاية مختلفة ولا أغذية خاصة مختلفة والعديد من الأطفال وحديثي الولادة ماتوا بسبب الجوع ونقص المواد الغذائية والطبية نحن طبعا نتواصل مع المسؤولين الأمريكيين ولكن لا يستغون لنا وهم يعرفون ما يحدث ويفهمون معنى الجوع في قطاع غزة ولكن لا يغيرون السياسة هناك مسؤولين في الحكومة الأمريكية وبطريقة غير رسمية يقولون نحن نفهم ما يحدث ونرى ما يحدث في قطاع غزة ولكن للأسف بأنه لا يوجد أمل بأن يكون هناك أي تغيير في الموقف إذ أن الأمل الحقيقي يمكن أن يتحكك إذا ما استمرت حركة الطلاب الأمريكيين وضغط الطلاب من أجل تغيير السياسة الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية هذه المطالب التي رأيناها من الطلاب خلال الفترة السابقة في الجامعات لوقف سيد مايكل عفوا على المقاطعة سيد مايكل إذا سمحت لي عفوا على المقاطعة عندما تعرضون صور الأطفال والمشاهد عندما يكون رجل كبير في السن يموت بسبب الجوع عندما تعرضون هذه الصور وهذه المشاهد بعيدا عن المواقف السياسية هذه الصور ألا تهز مشاعر أساسة الذين تلتقون معهم وأنت المقرر الخاص في الأمم المتحدة من أجل الغذاء وأنت ترفع التقارير بشكل دوري إلى الأمم المتحدة عندما تشاهدوا هذه الصور وهذه المشاهد ما هي ردة فعلهم الإنسانية على الأقل مرة أخرى لا أفهم كيف يشعر الأفراد ولكن صور الأطفال الذين يموتون جوعا في قطاع غزة هي متوفرة وموجودة ورأينا أيضا الناس تذبح والفيديوهات تنشر على مواقع الإعلام الاجتماعي والصور والفيديوهات كانت مرعبة جدا ولكن لم يتغير شيئا أن أرى أن النظام السياسي الأمريكي الآن لا يغير أي شيء ويبدو بأنه عاجز على أن يرى الفلسطينيين كبشر وكشعب وبالتالي لا يتحرك أمام السور المرعبة التي يتم نشرها وهذا يعني بأن أمريكا فيها النظام السياسي عنصري وللأسف أن بعض الحكومات الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكنادا أيضا هم يتساوكون مع النظام الأمريكي ويشاهدون حالة الرعب والخوف التي تجتاح الأرض الفلسطينية ولا يحاركون ساكنا وبالتالي أنا أرى بأن هناك نظام عنصري يتفوق على الإنسانية التي يحتاج إلى شعب فلسطيني أيضا سيد مايكل لا تكتفي إسرائيل فقط بفرض الحصار على شعب الفلسطين ومنع دخول المساعدات إنما أيضا تهاجم المؤسسات الأممية التي تحاول توفير أو الحد الأدنى للمواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا داخل قطاع غزة كما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لأنونروة أن تتعلم أن إسرائيل تحاول مهاجمتها واصمها بالإرهاب وملاحقة العاملين فيها وقصف مقراتها من أجل منعها من تقديم خدمة للمواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا كما أسلاف داخل القطاع وهي خدمات إنسانية تقدم بالأساس لأبناء الشعب الفلسطيني أولا وبشكل عام لم نرى عاملون إنسانيون يموتون في العالم كما حدث في قطاع غزة ولم نرى منظمات الأمم المتحدة تعرض بأي صراع في العالم لأذى والضرر كما حدث في قطاع غزة إننا نتحدث عن أرقام فلكية لما تعرضت له منظمات الأمم المتحدة والعاملين الأمميين إذ أن الهجمات الإسرائيلية على منظمة الأونروا شملت العاملين والموظفين بشكل مرعب وكذلك على الأونروا كمؤسسة يتم مهاجمتها كمؤسسة أيضا ولسبب واحد هذا السبب بأن الأونروا هي المنظمة الأممية التي تحافظ على أمل الشعب الفلسطيني في تحقيق حق العودة وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم هذا هو السبب خلف الهجمات الإسرائيلية على الأونروا إذ من خلال ذلك يتهاجم حق العودة للشعب الفلسطيني سيد مايكل هل حاولتم الدخول إلى كطاع غزة؟ الزملائية حقيقة من حاولوا الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة البنازي حاولت الدخول أيضا عدة مرات ولكن رفض طلبها ولم تدخل ولكن لازمنا نحاول هل تم رفض مثل هذه الطلبات في أي مكان في العالم بإستثناء إسرائيل؟ نظر بعض الأحيان نعم هناك دول تكون معادية لحقوق الإنسان وهذا واحد من الأصاليب المستخدمة من قبل تلك الدول كما تمنع دخول الصحفيين لتغطية الأحداث وبالتالي هناك الكثير من المتهكين لحقوق الإنسان والذين يرفضون دخول الصحفيين ودخول عاملين لإنسانيين نعم يحصل في أماكن أخرى ولكن إسرائيل تدعى الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط كما تدعي؟ انظر الإسرائيل لا يوجد فيها ديمقراطية عندما يتعلق الأمر بغير اليهود وأما الغرب يصنف إسرائيل على أنها ديمقراطية هذا لهدف لغرض وهو لتسويق الاحتلال الإسرائيلي وتبريره للأرض الفلسطينية أن الحرب الحالية في غازة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وضد الأنروة لأنها تحفظ حق الشعب الفلسطيني في العودة وحق الشعب الفلسطيني في العيش في كرامة ولكن الكوة الأمريكية وللأسف أيضاً بعض الدول الأوروبية تقف إلى جانب إسرائيل من أجل الوضع الجايوسياسي في المنطقة التي تريد إبقاؤه على حساب الفلسطينيين سيد مايكل وأنت تتحدث معي من الولايات المتحدة الأمريكية أفهم من حديثك بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعطى الغطاء لإسرائيل لاستمرار في سياستها وحربها على شعب الفلسطين وأيضاً سياسة التجويع هم يعطون الغطاء والدعم أيضاً والدعم السياسي وأشكال الدعم الأخرى الولايات المتحدة ألمانيا فرنسا بريطانيا تستمر في تقديم الدعم لإسرائيل رغم أن الوضع يسوء أكثر في غزة والضفة الغربية والقدس وعلى مستوى الإقليم كما قلت هذه الحرب ليست محصورة في غزة وإنما هذه أشكال العنف التي تكون في إسرائيل قبل سابع من أكتوبر وإسرائيل أعلنت خطة لضم كل الأرض الفلسطينية إلى إسرائيل في سبتمبر من السنة الماضية نعم ما يحدث في غزة هو الأفضاع من حيث العنف والإبادة الجماعية ولكن علينا أن نفهم بأن إسرائيل تنوي ضم كل الأرض الفلسطينية ولكن السؤال الذي أطرحه أنا لماذا العرب في المنطقة يسمحون في ذلك رغم أن هذا الأمر يعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة ويسمح بالإبادة الجماعية أيضا في لبنان والضم واحتلال أراضي لبنانية إذن السؤال هو لماذا الدول العربية لا تتحرك لتقدير هذا الوضع سيد مايك لماذا كل العالم لا يتحرك ليس فقط الدول العربية هناك جهود تبذل ولكن نحن نتحدث عن أمم متحدة وعن منظمات دولية إسرائيل تحاول مهاجمتها أو هاجمتها بشكل دائم حتى أن تقاريركم بأن النظام الغذائي وصل في غزة إلى الانهيار وكافة التقارير التي رفعتمها تؤكد هذا الحديث ما هو موقف أعضاء مجلس الأمين والجمعية العامة والمنظمات الدولية عندما تزودهم بمثل هذه التقارير انظر في البداية هناك عملية تخريب وتدمير للنظام الغذائي في كطاع غزة من أجل خلق المجاعة إذ أن المجاعة الثلاثة ليست فقط بمنع دخول الشاحنات المعبئة بالمساعدات الإنسانية إنما تبدأ بتدمير النظام الغذائي في الكطاع وبدأت إسرائيل في ذلك منذ وقت بمهاجمات سيادي الأسماك والرعاة الأغنام والمزارعين وهذا ليس بشيء جديد يعاني النظام الغذائي في كطاع غزة منذ عقود أن في 1991 بدأت إسرائيل في فرض القيود على دخول الصلع إلى كطاع غزة وبدأ هذا النظام يتطور حتى قطعت الضفة الغربية عن غزة بشكل شبه كامل وفي عام 2000 بدأ الحصار يأخذ شكله الكل وقبل الحرب كان 50% من سكان غزة يعانون من حالة الجوع 80% منهم يعانون يعتمدون على المساعدات الغذائية فإسرائيل بدأت ببناء الحصار درجة درجة ومنذ عقود وهي تعمل على ذلك دون أن تواجه ضغط من أي جهة لوقف نظام الإغلاق سيد مواكي لو أن أطفال يموتون في دولة أخرى غير فلسطين بسبب المجاعة هل سيكون نفس الموقف في العالم؟ ما رأينا أن الجوع استخدم كسلاح في أكثر من بلد في العالم تحديدا في السودان إذ أن الوضع في السودان سيء جدا وعدد كبير من السكان يواجه الجوع الحقيقي في السودان والعالم لا يحرك ساكنا لأنه لا يريد أن يحرك ساكن اتجاه السودان بسبب النظام العنصري المحيمن انظر ماذا يحدث في إفريقيا وفي بعض البلدان العربية مثل فلسطين ماذا عن اليمن مثلا إذ اليمن أيضا يواجه الجوع منذ سنوات بسبب ما يحدث فيه من حالة لاستقرار فبالتالي نتحدث عن التجويع كسلاح في أكثر من بلد في العالم وعلى الجمعية العامة لأمم المتحدة أن تضع حدا لهذا السلاح واستخدامه وأن تصبح هذه قضية عالمية ولكن لأسف أن هذه الأدامة دعومة من قبل الدول العظمى انظر ماذا يحدث في أذربيجان مثلا وماذا حدث عند الأرمن مثلا بسبب استخدام هذا السلاح سلاح التجويع وبالتالي أقول لك بأن كل دولة قوية في العالم سواء الولايات المتحدة أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو الصين بشكل مباشر أو غير مباشر يستخدم لديهم هذا السلاح وبالتالي الأغلبية في الدول العالم تستخدم الجوع كسلاح لأنه ودائما نقول لهم إن لم تحركوا ساكنا اتجاه فلسطين سيحدث ذلك في بلدانكم ولشعوبكم لأنه أصبح سلاح مستخدم في الكثير من بقاء الأرض في إفريقيا وبالتالي أقول بأنه يجب أن يكون حراك دولي ضد استخدام الجوع كسلاح طب برأيك سيد مايكل إلى متى سابق الشعب الفلسطيني يتعرض لهذا الحصار ويموت أطفاله ونساءه وشيوخه بسبب المجاعة حتى أرى تغيرات سياسية في أوروبا والولايات المتحدة يمكن أن أقول لك بأن هناك أمل ولكن طالما لا يوجد تغيرات لا أرى أن هناك أمل الطلاب في أمريكا وفي كندا والمظاهرات التي تجتاح العالم هي التي يجب التركيز عليها والتي يجب تنظيمها لتصبح حركة عالمية لتغيير التداريس السياسية في العالم نحن نحتاج إلى قوة اجتماعية تضامنية يكون لها موقف ضد إسرائيل وسياسة الإبادة الجماعية حتى نتحدث عن تغيير وهل تعولون على الانتخابات الأمريكية القادمة أو أي انتخابات في دولة أوروبية من أجل أن يحصل الشعب الفلسطيني على قوة يومه انظر أنا لم أرى رئيس أمريكي والحياتي يأخذ موقفا أكثر تقدميا عندما يتعلق الأمر في الشعب الفلسطيني بغض النظر من يقيم في البيت الأبيض تبقى الأمور كما هي سواء كانوا جمهوريين أو كانوا الديمقراطيين الأمور لا تتغير لأن النظام السياسي هو نفسه نفس التركيبة ونفس الشكل يرفض تحرير في فلسطين وبالتالي نتحدث عن نفس النظام بغض النظر عن الطعم أو الضوء نعم سيد مايكل ما دور المؤسسات الدولية عندما أنت تتحدث عن تغيير التضاريس السياسية في العالم سواء في الولايات المتحدة أو الدولة الأوروبية ولكن هذه المؤسسات الدولية مجلس الأمين والجمعية العامة وكافت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان هل هو دورها أصبح الآن لاغي؟ أصبحت عاجزة عن تقديم وتوفير الغذاء للشعب الفلسطيني؟ الأمم المتحدة برهنت بأنها غير فعالة وأن نظامها محطم وأنها لا تستطيع الاستجابة لمثل هذه الأزمات ولا تعالج أي أزمة حاصلة هذه هي الأمم المتحدة وهناك من يكر بأن الأمم المتحدة أصبحت نظام أممي غير قادر نظام عاجز والعاملون في الأمم المتحدة يعترفون في ذلك وكيف للأمم المتحدة أن ترد على ما يحصل في فلسطين وتستجيب لحالة الجوع المنتشرة في قطاع غزة هي غير قادرة وهذا سيؤثر عليها في المستقبل بشكل كبير ولكن نأمل بأن يكون هناك تغيير مع القرار الجديد في الجمعية العامة لأمم المتحدة الداعم لقرار محكمة العدل الدولية الخاص في فلسطين أرى في ذلك آملا وفعلا أتوقع بأن يكون هناك تغيير مع وجود القرار الجديد وربما خلال الشهر القادم سيكون هناك اعتراف بالجمعية العامة بدولة فلسطين كعضو كامل وهذا يعطينا الأمل حقيقة بأن نحدث تغييرا بالتعاون مع الحركة الاجتماعية الطلابية والدولية التي تعمل من أجل فلسطين نعم عندما تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيتغير الموقف كما تقول ولكن إسرائيل تعارض كافة القرارات الأممية ليس فقط تجويع الشعب الفلسطين حتى القرارات التي تتخذ من الهيئات الدولية سواء المجلس الأمينة الجمعية العامة الجنائية الدولية العدل الدولية المنظمات التابعة للأمم المتحدة كافة قراراتها عندما تصل إلى دولة الاحتلال هي تعتبر لاغية ولا تعترف بها إسرائيل أولا لننتظر محكمة الجنائية الدولية إذا ما أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بين جامل نيتنياهو ووزير دفاعه غالاند ولكن إذا ما أصدرت هذه المذكرة وإذا بقيت بطيئة في التعامل مع هذه المسألة فأقول لك بأن الأمور ستسوء وترتكب جريمة الحرب جريمة التجويع ولكن إذا ما فعلا نهضت حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل أكبر والصدرة المذكرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي خاصة بأن هناك تصيحات قوية من بعض البلدان خاصة في البرازيل وكولومبيا وتشيلي وهنداروس في أمريكا اللاتينية مثلا جنوب إفريكيا والقضية التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية وبعض الدول التي تتكاتف اليوم من أجل العدالة إذا ما بقيت تعمل هذه الدول ضمن نظام موحد هذا الأمر الذي لم نراه في العقد الماضي إذا ما استمرت هذه الدول بهذا النفس أفريكيا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية إذا ما بقوا يعملون معا من أجل القضية الفلسطيني والشعب الفلسطيني سيكون هناك تغيير في نظام الأمم المتحدة وسيكون لصالح الشعب الفلسطيني ولصالح شعوب هذه الأرض لوكف عمليات الإبادة الجماعية سيد مالك العفوا على هذا السؤال أنتم في الأمم المتحدة هل تكتفون فقط رفع التقارير وتعداد الموتى بسبب الجوع والعطش أم لديكم أوراق ضغط على دولة الاحتلال من خلال موقعكم في الأمم المتحدة وأشاركك هذا الإحباط أنا كخبير في الأمم المتحدة أشاركك هذا الإحباط هذا ما هو موجود حقيقة وللأصب أن الأدوات المملوكة للأمم المتحدة مثل تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة أو تمريغ قرار يمكن مثلا وجود قيود اقتصادية على إسرائيل يمكنها اتخاذ مثل هذه الإجارات لكن لا تأخذ أي منها لماذا؟ السبب السياسي في ذلك السيد ماكل كيف نظرتم إلى دعوة السيد الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة والطلب من الأمين العام لمرافقة الكيادة الفلسطينية بتوجه إلى قطاع غزة وتسهيل وصول هذا الوفد إلى قطاع غزة هل سيساهم ذلك في رفع الحصار عن قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية؟ أنا أفهم هذه الدعوة دعوة للمساعدات الإنسانية هذا ما أفهم ولكن دخول قطاع غزة إنما هو تأكيد لما هو موجود الآن انظر أن يدخل القادة الدوليون إلى قطاع غزة ومشاهدة ما يحدث في قطاع غزة مهم ولكن الأهم من ذلك هو دخول المساعدات الإنسانية ودعم حركة التضامن الدولية من أجل فلسطين كل فلسطين بما فيها القدس والضفة الغربية ومنظمة الوكالة أنا شعب الفلسطيني وعانني منذ 76 سنة وله الحق في العودة وتقرير المصير وبالتالي أنا أرى ومن وجهة نظر سياسي هو معالجة القضية الملحة وهي كيف يمكن فرض الكيود على إسرائيل هذا ما يجب أيضا سيد مايكل إسرائيل تعتمد سياسة أخرى وهي الحصار المالي على السلطة الوطنية الفلسطينية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية وهذا ما أدى إلى نعكاسه على الخدمات التي تقدمها دولة فلسطين لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة متعلق بالبناء التحتية والحالات الاجتماعية والرواتب الموظفين سواء في الضفة وسواء في غزة وعائلات الأسرى والشهداء أنتوا في الأمم المتحدة كيف تنظرون هذا السلوك الإسرائيلي في كرصنة الأموال الفلسطينية؟ نعم هذا مثال حقيقتان على المشكلة التي توجهها السلطة الفلسطينية رغم أنها وجدت بناء على اتفاق أوسلو وبالتالي إسرائيل تنتهيك اتفاقيات أوسلو وإسرائيل تسيطر على الحركة التجارية في الضفة الغربية ودخول البضائع ودخول الضرائب الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين وبالتالي هي تخنق الضفة الغربية من خلال هذه الممارسات والوضع انظر الوضع في الضفة الغربية سيء جدا وهناك حالة غير طبيعية انظر وضع المزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتون ومواجههم من عنف المستوطنين مثلا وهذا ليس بشيء الجديد إذن إسرائيل تنتهيك اتفاقيات أوسلو منذ سنوات طويلة وهذا يعني أنها تريد إفشال اتفاق أوسلو وما نتج عنه نعم سيد مايكل أنا أنظر وأرى وأشاهد بشكل يومي ما تمارسه دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني نعمل أن يشاهد قادة العالم وممثلي الدول ما تفعله إسرائيل في الشعب الفلسطيني من تجويع وحصار وانتهاك لحقوقهم الأساسية أيضا سيد مايكل مدينة القدس المحتلة تحاول إسرائيل معاقبة المواطنين الفلسطينيين وانتها تشاهد دفع الضرائب على التجارة الفلسطينيين من أجل تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة هذه المقدمة ربما لأعرض عليك صورة لمدينة القدس لأنه اعتدت في هذا البرنامج أن أعرض على ضيف الكريم صورة للعاصمة المحتلة آخر عاصمة في العالم تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ليضع ضيف الكريم بعض كلماته أسفل صورة مدينة القدس المحتلة نعم القدس إسرائيل تستمر في سياسة هذه المنازل السكان المقدسيين ومضايقة الفلسطينيين في القدس ولكن الانتفاضة والوحدة داخل مدينة القدس لدفاع عن مدينتهم هذه الوحدة هي التي تمكن الفلسطينيين من البقاء في القدس والدفاع عن أرضهم وعن مدينتهم إن النضال في مدينة القدس والنضال من أجل القدس هو ما يوحد الفلسطينيين والقدس تذكرنا بأهمية الوحدة الفلسطينية يعني سيد مايكل في نهاية هذا اللقاء أبدأ شكرك على حضورك معنا وكافة المعلومات التي تقدمت بها عبر برنامج مع رئيس التحرير شكرا في نهاية هذا اللقاء لا سعنا إلى أن نشكر السيد مايكل فخري على كافة المواضيع الذي تحدث فيها وعن دور الأمم المتحدة في توفير الغذاء لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون للتجويع والتعطيش بسبب سياسة إسرائيل الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة ترجمة نانسي قليل